في إطار خطة قيادة العامة لقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع قوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط وذلك باشتراك الفرقاتة المصرية بورسعيد مع الفرقاتة الفرنسية لبروفنس وبدأت فعاليات التدريب بعقد مؤتمر ما قبل الإبحار واستمر التدريب على مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية والتي تتمثل في التدريب على تنفيذ عمليات مشتركة لصد الهجوم الجوي وتنفيذ تمرين تشكيلات الإبحار بالإضافة إلى تمرين المواصلات الليلية والتصوير والدفاع ضد التهديدات غير النمطية وتمرين حرب إلكترونية والإمداد بالبحر هذا ويعد التدريب هو الثاني من نوعه مع البحرية الفرنسية في فترة زمنية وجيزة بما يسهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الفرنسي والاستفادة من قدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكل الجانبين وتعزيز التعاون العسكري بين قوات البحرية المصرية والفرنسية ترجمة نانسي قنقر